طيب تمام الارتباط الويب هنا معناه ايه معناه ان انا عندي موقع خارجي عندي موقع خارج ال blackboard بقوم جاي كده ايه الارتباط الويب لازم اكتب الاسم واكتب الرابط الخاص بالموقع يعني على سبيل المثال انا عندي ده موقع جامعة القصير هذا الايه الموقع اخد الرابط اخد الرابط او عندي موقع في مصادر تعلم وعاوز الطلبة يدخلوا على الموقع ده اعمل ايه يبقى انا باجي هنا وامكاتب مثلا مصادر التعلم او انا بالنسبة لي هنا هكتب جامعة القصير تمام وبعدين اضع في ال url للرابط اضع الايه الرابط زي ما حالكم شايفين واخليه متاح للمستخدمين واقول ارسال طبعا انا ضفت العنصر هنا بيبقى اخر عنصر تحت بيبقى اخر عنصر ايه تحت هرفعه كده للاعلى اهوت يبقى اصبح عندي هنا ايه ده الرابط يعني الطالب لما يضغط هنا اهوت هيفتح له ايه هيفتح له على طلق ايه جامعة الايه جامعة القصير مفيش اي مشكلة برضو لو عندي بقى لو انا عندي بنفس الفكرة موقع فيه مصادر تعلم فيه شيء معين وعاوز ايبقى ممكن من خلال قائمة المقرر الدراسي هنا لكن لو انا عندي شيء يخص الوحدة الاولى وعاوز ان الطالب يارتبط به من داخل المجلد هنا يعني نجي اقول انشاء المحتوى وهو الارتباط الويب تمام وقوم جاي مثلا من هنا وقوم جاي ايه على سبيل المثال كاتب هنا مثلا ايه درس معين مثلا الواجبات درس او مثلا فيديو ارشادي مثلا فيديو ارشادي عن الواجبات او اي شيء بيخص الوحدة الاولى مثلا طيب هنفترض ان مثلا ان الجزء ده لو دخلنا على موقع العمادة عماية تعلم الكتروني عندنا هنا قناة اتقان اهيت قناة اتقان ديت فيها فيديوهات طب نفتح القناة بس كده بسم الله وندخل على قوائم التشغيل وبعدين هننزل كده للأسفل هتلاحظوا حضراتكم ان فيه تحت هنا فيه دروس تعلمية للطلبة وفيه دروس تعلمية للأعضاء نفس الدروس اللي احنا بنتكلم فيها طيب لو انا عاوز مثلا اجي كده الدروس التعلمية للطلبة وعندي درس خاص بالواجبات اهو او ممكن اقوم انا جاي كده اي بقى اي فيديو اهو او اخذ الرابط بتاعه اخذ الرابط بتاع الفيديو تمام وقوم جاي عندي انشاء الرابط ووضع الرابط هنا وضع الرابط هنا تمام وفي الحالة دي ايه اقول له ارسال يبقى الطالب هنا يبقى انا وضعت هنا رابطه حضراتكم تلاحظوا ايه ان انا وضعت هنا ايه فيديو ارشادي عن طريق ايه عن طريق الاداة اللي هنا اللي من جوه في انشاء المحتوى اللي اسمها ارتباط الايه ارتباط الويب ارتباط الويب يبقى ده الفرق ما بين ان انا اعمل ارتباط الويب من داخل المحتوى هنا المحتوى الوحدة او من ايه يبقى في قائمة المقرر الدراسي في قائمة المقرر ايه الدراسي ده فكرة ارتباط الويب طيب ارتباط الويب هنا بتفيدني في ايه كمان بتفيدني ان انا مش عاوز حضرتك تنشئ مش عاوز حضرتك تنشئ حاجة اسمها فيديو بالأخص ده رقم واحد عندي وكمان يفضل لو يعني بلاش كمان صوت بس الأولوية عندي أنا أنك متنشيش الفيديو من هنا من الأدال اللي اسمها فيديو لا ده أنت حاضرتك ترفع الفيديوهات على اليوتيوب مثلا ترفع الفيديوهات على اليوتيوب أو ترفع الفيديوهات تدخل على الدرايف بتاعك على الإيميل وتدخل على الوان درايف هنا في الوان درايف وترفع الفيديو الخاص بيك هنا في الوان درايف وتقوم جاي واخد الرابط تاخد الايه تعمل تاخد كوبي لينك تمام أهوت تقول كوبي وتقوم جاي هنا وتقوم جاي وتقوم آيه الانشاء الفيديو الارتباط الويب وتضع الرابط تاب ليه ليه احنا محتاجين كده علشان الفيديو اللي انت بتنشؤه هنا حاضرتك وبترفعه مباشرة داخل المقرر بيستهلك من حجم أو من مساحة تخزينية للمقرر حاضرتك ليك لكل مقرر 250 ميجا بس و250 ميجا حضراتكو عارفين ايه حاجة ايه حاجة يعني بسيطة يعني ممكن فيديو واحد يكون حاجمه كده 250 ميجا واكتر كمان طيب لو انا عندي مثلا فيديو 50 ميجا طبعا يعني ممكن اربع فيديوهات ارفع اربع فيديوهات وخلاص كده والباقي مثلا كم صورة على كم ملف وورد او بدي اف ويبقى المساحة خلصت واتلاحظوا حضراتكم او البعض من حضراتكم وجهته المشكلة دي ان تجيلوا رسالة تجيلوا رسالة كده لما يجي يرفع ملف تقول له والله خلاص انت ايه انت تخطيط الحد الاقصى المسموح به تمام الحد الاقصى المسموح به في المساحة لذلك حضراتك تعمل ايه طيب تعمل ايه اذا ارتباط الويب هيحل لك المشكلة دي يبقى ممكن ترفع الملف عادي ملفات الورد والبي دي اف والباور بوين دي ملفات عادية ما بتستهلكش مساحات كبيرة ممكن الصور تضحة عادي مفيش مشكلة تمام لكن الفيديو بالاخص والصوت وانا عندي الفيديو طبعا هو الاهم هو اللي بيستهلك كتير فاستخدم مع الفيديو ارتباط الويب تستخدم مع الفيديو ايه ارتباط الويب تمام عشان كده لو حضراتكو تفتكروا كل الملفات كل الملفات اللي احنا وضعناها البي دي اف والورد والامور دي كلها بتبقى موجودة فين في المقرر يعني انا رفعت الصورة هنا موجودة الصورة وموجود الملف الورد هنا او البي دي اف والملف الصوتي والملف الفيديو ده موجود فين لو حضراتكو نزلته هنا تحت حاجة اسمها ادارة المقرر الدراسي في مركز مركز اسمه مركز ملفات المحتوى يعني كل المحتوى اللي احنا عملين نشتغل فيه ده فيديو وصوت وصورة وملفات ومش عارف ايه كل ده بيتخزن بيروح في مكان كده centralized كده مكان مركزي داخل المقرر كل مقرر فيه المركز ده اسمه مركز اللي بيتجمع فيه الملفات اللي انا عمل اضيفها من ايه من شوية عمل اضيفها بتتجمع هنا يعني لو جينا ضغطنا عليها كده على مركز ملفات المحتوى واحنا جوه المقرر انا المقرر هوت هندغط على المقرر تمام هتجد حضرتك الملفات اهه ادي الصورة اهه الصورة بتاع جامعة القسيح تمام ولما حزفت الصورة اهه لما حزفت الصورة ادي الصورة جامعة القسيح لما حزفتها وحبيتها لجاحها تاني عمل ايه ده عمل مشكلة اكبر انه كرر الصورة يبقى اذا المساحة عندي بتاعت الصورة موجودة مرتين الصورة اصبحت عندي في مركز ملفات المحتوى الخاص بالمقرر مرتين وانا أصدت ان انا اكرر واحزف عشان يبال لحضرك ان ايه الصورة موجودة تب المساحة بتاعتها كام اهي ادي المساحة ها شوف حضرك المساحة بتاعتها ستمية اتنين وتلاتين فاصل تسعة اها كيلو يبقى اتكررت معايا مرتين يبقى خلي بال حضرتك من موضوع التكرار كمان تبا اعمل ايه عادي يبقى ممكن اجي عند الصورة دي وعمل لها حسف بس لازم الاول اتأكد ان الصورة دي الارتباط اللي انا كنت عامله في المحتوى لما هو انا بضيف الصورة وانا بضيف الصورة كان مربوط على دي ولا كان مربوط على دي تمام او مفترض ان انا حزفت الاولى انا كنت حزف دي وربطت على التاني يبقى انا احزف الايه الاولى دي اهو وهم جاي كده وهم عامل ايه حسف سن وهم ايه ارسال كده هو حزف طيب يبقى انا الصورة ايه مش متكررة طب دلوقتي لو انا رحت بقى على محتوى المكرر وبصت على الصورة ادخل على الوحدة الاولى وبصت على الصورة اتأكد بقى برضو لان انا لما حزفت هل حزفت غلط هل الحسف اللي انا عملته اه شوفوا حضراتكم الصورة حزفت غلط يبقى لازم هنا ايه لازم اربطوا الصورة ده ها اربط المسار بين بالمكان ده ها اربطوا بديت طب اربطوا ازاي هاو ما انا جاي بقى هنا حضراتكم اعمل تحرير للصورة تحرير تمام واجه اقول ايه استعراض الملفات استعراض الايه او تحديد ملف مختلف هعمل تحديد ملف مختلف شوف انا كنت رابط على الصورة دي اللي هي قاسيم يونيفرستي لكن اللي موجودة هناك في مركز ملفات المحتوى ايه قاسيم يونيفرستي وان فانا هاجي هنا اقول تحديد مختلف المرة دي بقى الصورة انا مشاهدة من عندي من علابطوب فاكريني المكان التاني ده حضراتكم استعراض ملفات المقرر الدراسي اه كلمة ملفات المقرر الدراسي دي اللي هي المركز ملفات المحتوى يعني هي الصورة موجودة دلوقتي داخل مركز ملفات المحتوى اوما انا جاي من هنا اوما اي الاستعراض الملفات هيفتح لي مركز ملفات المحتوى اوما جاي رابط على الصورة دي أحدد الصورة أهوت وأقول له إرسال تمام؟ وأم قيل له إرسال كده هيعمل إيه؟ هيجيب للصورة مرة تانية يبقى ده معناه إن أنا ممكن أدخل على مركز ملفات المحتوى من هنا أهوت وأم جاي من هنا أعمل تحميل الملفات وحمل أي ملف يعجبني أحمل أي ملف يعجبني زي الصورة مثلا أي ملف يعجبني أم أحمله وأم قيل له Open لما أحمل الملف هينزل الملف هنا زي الصورة كده وأم جاي من هنا وأم جاي من هنا وأنا بنشئ الصورة وأنا بنشئ الصورة بدل محملها من اللابتوب بدل محملها من اللابتوب أقول له حملها لي من مركز ملفات المحتوى اللي جوه المقرر يبقى أنا هربطها مباشرة من الصورة أنا رفعتها جوه المقرر أهو جوه المقرر وهم جاي كده واخد ايه الصورة وقال له ارسال يبقى انا كده ربطت منين من الصورة اللي جواه مركز ملفات المحتوى تبقى دي بتفيدني في ايه ان انا خلاص بربط بالصورة دي بس لان كل مرة باجعمل تحميل من على اللابتوب بيكرر للصورة بيخلص الصورة واحد بيعمل لي منها نسخة واثنين وثلاثة واربعة لا انا مش عاوز كده انا مش عاوز كده لان انا ممكن انسى كل مرة ارفع ايه الصورة لا انا ممكن كده ايه انسى لان انا ممكن اجي في الوحدة التانية ممكن اجي في الوحدة التانية واحب ان انا ارفع نفس الصورة فبدل ما اقول كده بدل ما اقول الصورة واجيب الصورة من عندي من على اللابتوب لا او انا جاي على طول واخدها من مركز ملفات المحتوى مرة واحدة يبقى انا ضمنت ان انا ما قررتش الصورة عندي وما استهلكتش ما استهلكتش من المساح ما استهلكتش من المساح اتمنى ان الجزئية تكون واضحة لحضراتكم ولو مش واضحة حضراتكم اقولولي وانا اشرحها تاني